أول أمس كان سألني أحد الإخوة سؤال عن تجويد أظن أو حكمه حكم التجويد وكذا فأنا سأذكر لكم هذا الكلام لعلكم تستفيدوا منه في حكم التجويد حكم الالتزام بالتجويد طبعا إخواني سنفرق بين عدة أحوال سنفرق بين عدة أحوال وأحكام استوعبوا هذا الكلام الذي سيأتينا بارك الله فيكم الناس في هذا الأمر بين متشدد ومتساهل متشدد بيقول لك القارئ شو لازم يعمل يطبق كل الأحكام فإن لم يفعل فهو آثم مستحق للعقوبة ولعل بعضكم قرأ هذه العبارة في كتب بعض الفضلاء أنا أرويها بالحرف مو بالمعنى آثم مستحق للعقوبة كلام شديد ولا مو شديد وحتى يكون الكلام دقيقا فإننا نفرق فيه بين ما يليه أولا مخارج الحروف تعالوا نسأل أنفسنا يا أخواني في مجال نتساهل مع الناس بمخارج الحروف في مجال يعني في مجال نترك الأخ اللي ما عنده بلغة حرف الحا أن يقول الرخمان الرخيم في مجال نفعل ذلك ولا يقول الرهمان الرهيم هاميم بدل حاميم الهمد لله في مجال ما في مجال لأن كما ذكرت في الجلسة الأولى الألفاظ قوالب المعاني إذا غيرنا اللفظ سيتغير مين المعنى إذن نرى أمامنا الالتزام بها واجب والإخلال بها حرام مطلقا ما معنى مطلقان يعني أيا كان نوع القارئ يترى القارئ على سبيل التلقي والمشافهة يترى على سبيل تصحيح التلاوة يترى عم يقرأ إلى آخره مهما كان نوع القارئ يجب شو يعمل أن يلتزم بمخارج الحروف العربية المخارج الحروف طب واحد ما بيعرف بيتعلم العلم بإيه بالتعلم أما صفات الحروف أيها الإخوة التي درسناها بمعيتكم والتي بقي أشياء منها لم ندرسها لأنها تتعلق بتركيب الحروف مثل الإدغام والإخفاء إلى آخره صفات الحروف يا أخواني صفات إذا بعضها إذا أخلى به القارئ تغير المعنى مثل المخارج تماما وأتيت لكم بأمثلة في اليوم الأول قلنا فعل عصى إذا فخمت سينه شو بصير عصى كلمة لينذر يوم التلاق إذا فخمنا التاق شو بتصير الطلاق انتبهنا رب يهب لي حكما وإلحقني بالصالحين بعض إخواننا العجم ما بيحسن يفخم الصالح شو بيقولوا بالسالحين في حدا حضر من من الأعديم تعرف شو أني السالح ليك وهز برأس وبيعرف معنى استحي من ذكره انتبهنا كيف فاللهم اجعلنا من الصالحين ولا تجعلنا من الآخرين انتبهنا كيف يعني في كلمات إذا غيرت ألفاظها تتغير مين معانيها فهناك صفات يا أخواني إذا غيرت تغير الحرف أخرجت الإخلال بالصفة أخرج الحرف عن حيزه إلى حيز حرفين آخر فهذا النوع من الصفات أيضا الالتزام به واجب مطلقا أعود فأذكر ما معنى مطلقا مهما كان حال القارئ على سبيل التلقي والمشافهة أو غيرها ما بيعرف بيتعلم طيب أولا صفات تغيرها يخرج الحرف عن حيزه الالتزام بها واجب والإخلال بها حرام مطلقا كتفخيم سين عسى وترقيق صاد عصى وترقيق طاء الطلاق وتفخيم تاء التلاغ هذا لابد منه وفي عندنا الله يسلمكم صفات تزيينية تحسينية يعني إذا أخلى بها القارئ ما بيتغير الحرف بس جمال الحرف بروح انتبهنا يعني لو واحد قال بسم الله الرحمن أي بيحبها شيخ عدنان بسم الله الرحمن الرحيم رققها مرة ما هي شيخ عدنان بسم الله الرحمن الرحيم طيب تغير المعنى ما تغير لكن الحرف فقط جماله ولا ما فقط فهذا النوع من الصفات كترقيق الرأى المفتوحة والمضمومة وعدم تبيين الهمس والتفشي وعدم تطوير زمن الحرف الرخو الساكن مقارنة بالشديد وكل مصطلح اصطلح عليه العلماء باسم اللحن الخفي يفرق فيه بين مين شايفين كيف عم نفرق نحن وحارجع بعدين اعمل لكم ياهن على بشكل مشجر على سبيل التلقي والمشافهة هل ممكن نحن على سبيل التلقي والمشافهة يعني طالب جالس أمام أستاذه ليقول له الأستاذ في نهاية الختمة أجزتك أن تقرأ وتقرأ بصير يخل بهذا النوع اللي هو صفات تزينية تحسينية ما بيصير لأنه هذا مقام ايش مقام تلقي ومشافهة فإذا قرأناه فاتبع قرآن الالتزام بها واجب والإخلال بها حرام ليه لأنه كذبا في الرواية واحد مع مقلق الأستاذه بيقول له أجزتك لك كيف عم تجيزه مع مقلق هذا الأقل انتبهنا أما إن كان على سبيل التلاوة المعتادة يعني الآن المقام ما هو مقام تلقي ومشافهة واحد هيك عم يقرأ تلاوة هكذا لتحصيل الثواب أيضا يفرق فيه بين حالتين من شخص متقن عالم بالأحكام واحد شخص متقن وعالم بالأحكام ويجيده قراءتها وقاعد عم يقرأ ولعمي قال قيل ولعمي يجيب الغنى المشددة في النون المشددة ولعمي طب ليش هيك عم تعمل ليش عم تعمل هيك انت متقن هذا شو حكمه معيبن في حقي أما إن كان من عامة المسلمين أمي وأمك وخالتي وخالتك وستي وستك شو نعمل ترك الأكمل ولا شيء عليه ترك الأكمل ولا شيء عليه لأنه ما أخرج الحرفة عن حيزه هذا اللي قلناه هنرجع نجيبه على شكل جدول حكم الالتزام بالتجويل مخارج الحروف الالتزام بها واجب والإخلال بها حرام مطلقا صفات الحروف صفات تغييرها يخرج الحرف عن حيزه أيضا الالتزام بها واجب والإخلال بها حرام مطلقا صفات تزينية تحسينية يفرق فيها بين حالتين على سبيل التلقي والمشافهة أيضا الالتزام بها واجب لأنه تلقي مشافهة على سبيل التلاو المعتادة من متقن عالم بالأحكام معيب في حقه ومن عامة المسلمين ترك الأكمل ولا شيء عليه هذا الجدول اللي معه جوال بحب يصوره يصوره لعله يستفيد منه أو يعطيه لمن يستفيد منه بهذا الكلام الذي ترونه أمامكم يا إخواني نكون قد ضمننا أمرين ضمننا أننا لم نتساهل تساهلا يؤدي إلى هبوط الهبوط الإتقان من جيل إلى جيل عرفتوا بهذا من نكون ضمننا أن مقام التلقي والمشافهة بقي مصانا لكن في نفس الوقت الأمة عوام الأمة عامة الناس ما عثرنا عليهم الأمر حتى نفرناهم من مين من تلاوة القرآن كما قال ذلك الشيخ رحمه الله آثم مستحق للعقوبة مصيبة إذا بنا نجعل التجويد يعني بوع بوع يجعل الناس يخافون من تلاوة القرآن صدقوني مرة من شيء عشرين سنة تقريبا سألت أخي قلت له ما عم تقرأ قرآن كذا قال لي لا 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 هذا معي صارت مو مع حدا قال لي لا 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 نحن تركنا لكم قراءة القرآن قالوا لي لي ما بيقرأ بالتجويد هذا آثم أنا طلع لي من جيبته مصبحة قال لي أنا بعد بسبح و لا إله إلا الله بأخذ حسنات بصلي عن النبي بأخذ حسنات لكن قراءة القرآن تركناها لكم لهذا نحن نريد التجويد لننفر الأمة متى يعرفون الحلال من الحرام إذا ما قرأوا القرآن متى يعرفون هذا يجوز وهذا لا يجوز مشكل مشكل يا أخواني بارك الله فيكم هذا هو مبحث علم التجويد اللي حبينا يعني نتطرق إله حتى نستفيد والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وكذلك اشتركوا في القناة